الاردن الان الذي لا يزال تحت صدمة اغتيال الكاتب ناهد حتر في حديثة تجاوزت تداعياتها مسرح الجناية الى ميدان الامن والساحة المواجهة مع الارهاب وفيما يستعد هاني الملقي بعد انتخابات الاسبوع الماضي لتشكيل حكومته الجديدة واداء اليمين يبدو الملف الامني في الاردن اولوية ملحة ليس فقط بسبب التحديات التي يفرضها الصراع مع الفكر المتطرف وانما ايضا وتحديدا لان المحيط الاقليمي البالغ التوتر يلقي بضلاله الكثيفة على الاردن في مشهد يتطلب وحسب كثيرين حذرا بالغا واستنفارا على كل الجبهات لم يكد يخرج الاردن من تجربته الانتخابية التي اعتبرها الاردنيون ناجحة وانشابتها مشكلات لم تؤثر على مجرياتها حتى سارعت يد الارهاب لتضرب وتغتال الصحفي ناهض حتر حادث له مؤشرات ودلالات كبيرة فهو يربط فئات معينة في المجتمع بالمحيط المتفجر للاردن حيث تنشط التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق وهو يجبر الحكومة الجديدة على اعادة ترتيب اولوياتها في بلد تتعدد فيه الاولويات هناك اشخاص كثيرون كما قلت ممن يحملون افكار ظلامية ممن يحملون افكار تؤمن بالعنف والارهاب علما بان الجهات الحكومية بالاضافة للجهات الامنية ايضا معنية ان تبذل المزيد من الجهود والمزيد ايضا من الاضاع بانه لا يجوز ان يتم اللجوء الى العنف لانه القتل باسم الاسلام حقيقة هو تشويه للاسلام ومهما قيل عن فردية التفكير والتنفيذ في اغتيال حتر الا ان الثابت ان الافكار الظلامية الدامية تجد طريقها الى شباب يجب العمل بكل الوسائل على تجنيبه التعرض للمصادر المباشرة وهنا تبرز اهمية محاربة الارهاب فكريا وعقائديا وهو ما دعا اليه الاردن في اكثر من محفل اخرها الامم المتحدة هذا هو الدرس الذي يجب ان نستخلصه ان التطرف يحارب بعمق على المستوى الفكري الاجتماعي السياسي الى جانب الجانب الامني ويجب على الدولة ان تظهر انيابها ومخالبها ازاء المتطرفين وتستمر محاولات جهات عديدة الوصول الى العمق الاردني مستغلة الاحداث مثار الجدل داخليا لتظهر بهيئة المدافع عن الدين او المجتمع رافضة الاعتراف بان المجتمع لن يسمح لها بان تضر نسيج الاردن الاجتماعي والديني المتماسك تحديات امنية جديدة بعد اغتيال الكاتب حتر تضاف الى مخاوف امنية قائمة هي مرحلة مفصلية يخشى كثيرون ان تنعكس سلما على الامن والاستقرار اذا لم تسارع الجهات المختصة الى معالجة الثغرات والتحوط للمستقبل نايف مشاقبة سكينوز عربية عمان معنا الان من عمان وزير الاعلام الاردني السابق سميح المعيطة مع الوزير مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الاخبار منعطف خطير البعض اعتبر اغتيال الكاتب ناهد حتر ليس فقط لما يعنيه ذلك ولكن للتحديات التي يعني يكشفها هذا الاغتيال التحديات الامنية التي تواجه الاردن ما الذي ينتظر البلاد في الفترة القادمة بعد هذا المنعطف برأيك مساء الخير سيدي يعني الحقيقة الاردن موضوع التحدي الامني موجود لديه منذ سنوات طويلة لكن كما تعلم ويعلم المشاهدين الكرام ان الموضوع الامني والعمل الامني بالاجهزة الامنية او حتى لما يطور الى العمل العسكري احيانا لا يظهر الى السطح ولا يكون قريب من نظر المواطنين لغمانهم يلمسوا نتائجه في الحالة العامة في البلاد من استقرارها من هدوء بيكون في البلد وبخاصة خلال الفترات الماضية فعملية الشعور بالتحدي الامني وحتى العسكري نتيجة الاحداث الموجودة في سوريا في العراق كانت موجودة والاردنين يعني اقتربوا احيانا من هذا الامر بمكافحة بالنظر الى الجهد الامني اللي بذل في منع اختراق الساحة الاردنية من قبل التنظيمات المتطرفة وعلى رأسى داعش وايضا من خلال ضبط الحدود على مدى سنوات طويلة بالازم السورية ليس فقط من جانب السوري منما من جانب الحدود العراقية ايضا كما تعلم هناك تنظيمات تعمل بنشاط في البلدين فهذا الامر كان موجود ربما الجديد اللي تفضلت حضرتك واشرت له هو نوع من السلوكيات اللي حتى بغض نظر ان كانت فردية وممتدة الى تنظيمات لكن اللجوء للاغتيال السياسي اللي بدوافع فكرية متطرفة من هذا الامر الجديد اللي احنا بالاردن ما تعودنا عليه يعني بالاردن فكرة الاغتيال السياسي فكرة غير دارجة وغير موجودة بالساحة السياسية حتى اشد المعارضين بالفترات العقود الماضية من عمر الدولة الاردنية الدولة لم تذهب الى اسالة الدم والى الاعدامات وايضا المعارضين كانوا في سياقات معقولة وبالتالي كان سهل ادماج المعارضة او جزء كبير من المعارضين في الدولة مرة اخرى وعادوا الى الناس باعتبارهم مسؤولين ووزراء ومن كبار المسؤولين كانوا موجودين وبالتالي المزاج الاردني مزاج يعني ليس فيه دم بالمجمل ما فيه لجول العنف هذه الحادثة هي التي تجعلنا نتوقف طويلا انه ربما بعض التنظيمات المتطرفة بعض الاشخاص المتطرفين بغض النظر بعضهم ربما بالتحقيقات يريد ان يقول انه فرد وليس منتمي لجماعة او تنظيم وهذا موضوع يعني تتولى الاجهز الامنية لكن ربما تلجأ وتفكر كما هي حادثة الكاتب بنهاد حطر الى القتل بهذا الشكل وهذا هو التحدي الجديد اللجوء الى العنف الفردي بمنطلقات فكرية واللجوء الى الاغتيال السياسي بغض النظر عن دوافع اليوم بجوز هذا الاغتيال كان بدوافع دينية متطرفة ممكن بكرة لا سمح الله يكون فيه اغتيال بدوافع اخرى لكن انهم الفعل والطريقة التي يتم التعامل فيها مع الاختلاف او مع محاولات تفجير الساحة الاردنية طائفيا او جهويا او سياسيا بشكل او باخر ربما المسألة المهمة هنا استاذ سميح انه ما اذا كانت هذه الحادثة تمثل كما اشرت حادثة فردية يعني نفذها شخص يعني من خلفية متشددة متطرفة ام انها يعني تأتي في يعني في الاجواء الاقليمية التي تحيط بالاردن والتي يعني فيها الكثير من هذا التطرف هل هناك يعني استعداد برأيك داخل الاردن لبروز مثل هذه التيارات من تابع وسائل التواصل الاجتماعي الامس واليوم حقيقة يصدم بكمية ردود الفعل المؤيدة لحادثة اغتيال السيد ناهد حتر والتي تبرر هذا الاغتيال لأسباب عقائدية أسباب فكرية متطرفة ما رأيك في ذلك والله يشوف في ان هي القضية بشكلها النهائي كانت عملية الاغتيال لنهد حتر لكن كما تعلم ويعلم الجميع كان في مقدمات لهذه المسألة لكن ربما ما يحاول الجميع اليوم إثباته والحديث فيه للناس والرأي العام أن أي خلاف أي وجهة نظر أو تعتقد أن فلان أخطأ كاتب أخطأ مفكر أخطأ حزب أخطأ القضاء هو الفيصل وكما يعلم الجميع كان ناهد حتر يعني يحاكم وكان موقوف لقبيل العيد وكان يحاكم على القضية التي رفعت عليه في قضية من الناس على خلفية المنشور اللي كان على صفحته على نعم ولكن القضاء هو الفيصل أستبيحياني هذا منطق الناس الذين يؤمنون بدولة القانون ودولة المؤسسات وكل هذه الأمور ولكن أنا نتحدث عن التيارات الأخرى التي ترى في نفسها وتعطي نفسها الحق في تطبيق ما تراه قانونا وعدالة مثل ما حصل مع السيد ناهد حتر يعني مرة أخرى بدنا نلاحظ أنه في تغيرات كثيرة بتصير بطريقة تفكير الناس تغيرات كثيرة تتأثر بالمحيط الموجود واليوم عملية صناعة التطرف عملية لم تعد تحتاج إلى تنظيم على أرض الدولة نفسها يعني زمان كان التنظيم يكون موجود خلية لتنظيم مثلا متطرف ما بأي شكل من أشكال وهذه الخلية تجتمع ويتم نوع من التثقيف أو التوعية إذا جازت بين قوسين طبعا ونوع من التعبئة للناس باتجاه معين اليوم هذا عملية التواصل الاجتماعي وحتى الانترنت هذه التقنيات العالية صارت توجد نوع من العلاقة التنظيمية عابرة للجغرافيا وهذا أمر خطير على المجتمعات ليس فقط في الأردن وإنما عمليات التجنيد اللي بتتم اليوم الفكري ليس بالضرورة هناك تجنيد تنظيمي وهناك تجنيد فكري بالمناسبة بتتم أحيانا للأشخاص لا يكونوا أعضاء بالتنظيم لكن بكونوا هم محاملين لفكر التنظيمات ومستعدين للقيام بأعمال وحتى ربما يتم توجيههم للقيام بأعمال عنف وأعمال إرهاب دون أن يكونوا أعضاء بالتنظيم ودون أن يكونوا قد شاهدوا مشاهدة مباشرة هذا التنظيم فيه تحدي بالأردن هذا اللي تفضلت فيه حكيته حضرتك هذا تحدي مهم كثير ربما أيضا على الدولة وعلى الجهات المعنية وعلى الأحزاب وعلينا كلنا بالأردن أنه ننتبه على ما يجري في وسائل التواصل وعلى الفكر وعلى الطريقة التي يتم التعاطي فيها إلا شارت له حضرتك قبل قليل واحدة من التحديات ليست الأمنية فقط هي تحدي فكري هي تحدي تربوي تحدي إعلامي يجب أن يكون هناك ضخ يعني زي ما تقول الإنترنت ويكون وسائل التواصل فيها ضخ سلبي بهالاتجاه يجب أن يكون فيه برمجة للضخ الإيجابي الذي يوطن عملية الاحتكام لدولة القانون واليوم بجوز الحكومة مبارح إذا حضرتك بالتأكيد تابعت أنه تابعت عشرة من الناس اللي كانوا يمارسوا عملية التحريض بقصة الكاتب ناط حتر ومتابعتهم أمنيا وقضائيا اليوم الفيسبوك نازلة تعرف أنه هذا مسؤولية يعني اللي تكتبه هو مش واحد معه تليفون وقاعد بكتب اللي بده إياه اليوم في مسؤولية قضائية اليوم الفيسبوك يؤدي لقتل يؤدي لاغتيالات يؤدي لقضاء لمحاكمات وهذه مسألة مهمة كثير فالتحدي كبير علينا بالأردن زي ما هو على كل الدول بالتأكيد في هذا المجال شكرا جزيلا لك الأستاذ سميح المائط وزير الإعلام الأردني السابق كان معنا مباشرة من عمام شكرا جزيلا لك